ترأس غبطة البطريارك بير باتيستيا باتسبالا بطريارك القدسي للاتين القداس الاحتفالي الذي تم فيه تجديد وعد أعضاء الأمانة العامة ولجان شبيبة موطن يسوع وذلك في كنيسة العائلة المقدسة برام الله وخلال القداس الاحتفالي قام المرشد الروحي الأب بشار فواضلي وأعضاء الأمانة بتجديد الوعد أمام غبطة البطريارك بير باتيستيا باتسبالا وفي ختام القداس ألقى الأمين العام للشبيبة المسيحية في فلسطين رافي غطاس كلمة عرض فيها أهم ما أنجزته الأمانة العامة خلال العامين المنصرمين ثم التقى غبطته أعضاء الأمانة ولجانها الذين عرضوا عليه تلخيصاً لأبرز التحديات والمشاكل التي تواجه الشباب المسيحي في فلسطين